الله يجي خير أرجو أن تكون بداية خير وأرجو أن أنا فيها مش بس بداية جديدة ألبس فيها ترطور وأعمل زمامير وأروح لبابا نويل بداية جديدة يعني أنا أحسب نفسي على السنة اللي فاتت حصاد العام كيف كان حصاد العام مش بس في الأمور الدينية حصاد العام في علاقتي بأسرتي حصاد العام في تقدمي في عملي حصاد العام في مشاريعي الشخصية أنا وصلت فيها لحد فين حصاد العام هل أنا كان عندي عادة زميمة خلقية قدرت أتخلص منها أو أقلصها وتخلق بحاجة طيبة هل في عادة ستة غزائية أو عادة اجتماعية مش ولابد قدرت أتخلص منها وبطلها طب إيه السلبيات اللي عندي اللي عايزة أعمل جدول بيهم والشغل على الناس يوم في السنة الجديدة هو ده بقى حينئذن البداية الجديدة أنا أفرح لما أجي ألاقي في آخر 23 أنا عملت تارجت أو عملت بلاش أتكلم إنجليزي عملت يعني هو حرام لتكلم إنجليزي؟ مش حرام بس أنا لسه بقولك الهوية واللغة فأتكلم بالعربي أحسن مش حرام طب تيجي ناخد أستاذ عبد الرحمن حققت لحصات كويس أستاذ عبد الرحمن إزايك؟ طيب حاولت تكلمنا تاني وطبعا إحنا في انتظار تواصلكم معنا وأي حد عنده فتوى دي فرصتنا دايما أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بيكون معنا اسموعيا كل يوم حد ودي من أكتر الحاجات اللي أنا بحمد ربنا عليها والله يا مولانا إن إحنا بنساعد المشاهدين إنه بدل ما تروح تسأل أي حد أي واحد بدأ فتكره شيخ وتروح تسأله أي واحدة محجبة ولا منقبة بقت خلاص هي دي الدعية فتروح تسألها أنا مش ضد الدعاء تماما بالعكس فقراسي وإحنا تلمزة عندهم ولكن لما يبقى أمين الفتوى بدار الإفتاء يعني أنت رايح للتخصص صح يا مولانا سألوا أهل الذكر صح وربنا يجعلنا عند حسن الظن يا رب فإحنا معاكم دايما علشان تاخدوا الفتوى من أهل الفتوى الله يبرد لكم ويفتحها لكم طب يا مولانا ناس كتير جدا لما هتجي تعمل للحصاد اللي حضرتك أعلمتها لنا ده وإن شاء الله كلنا نعمله اليومين دول هتتألم أنا مثلا واحدة من الناس فقدت أبويا في عشرين تلاتة عشرين ألف رحمة عليه لا يرحمه يا حسن إليه أنا خايف أدخل يناير يعني هارف الإحساس ده حسن الدخلة بتاعت يناير دي هترجعني لللي عشته في يناير والقلم الرهيب اللي اتوجعته إزاي أعمل التوازن ما بين إني أعرف أكمل وابقى متفقلة جميل وكده وما بين إن غصب عني أنا بحسن سؤال مهم جدا وهما أجابوا عن هذا السؤال أهل الله وقالوا يعني المسلم الحق ابن وقته لا يلتفت لللحظة الماضية ولا يلتفت لللحظة المستقبلة يعني إيه الكلام ده يعني إحنا أولاد النهاردة أنا الألم أنا مش هقدر أتخلص منه أنا فقدت أحبائي أو فقدت الأعزاء اللي عندي أو كذا إلى آخره أكيد أنا كل ما افتكيرهم هاشعر بالوحشة وباللوعة والكلام ده كله بس أنا مش هقف عند اللوعة والوحشة ده كده شعور سلبي لأن الشعور السلبي ترجعني الورا وما أضف ليش حاجة ولا أضف لأعزائي دول حاجة لكن لما أشعر باللوعة أم أدعي للفقير أنا بستغفر الله العظيم أقرأ له الفتحة وبأقرأ الفتحة وبحاول أن أنا يعني أحولها الحاجة إيجابه كويس أبعث له هدية كذا إلى آخره أترحم عليه أنشر من نقبه مش هفكر في اللي جاي بقى يا ترى مخبيالي إيه الأيام يا ترى ده المسنة اللي فاتت مش عدت بي دي عدت علي في ناس ده ليس بقى نسأل بقى عن المسترحات والكوميكس اللي بتتقال والترياقة اللي بتتقال فيترى مخبيالي إيه 24 خلص أنت دلوقتي في دلوقتي دلوقتي إيه أخبارك خليك منشغل بدلوقتي ومش معنى عدم انشغلك ببكرة أن أنت مغمي عنيك وأعمى عن التخطيط لمستقبلك بس ما انتش عايش في أحلام الياقظة ولا عايش في الهلع بتاع المجهول صح معنى زينب إزيك يا زينب ترجمة نانسي قنقر